وفي قطاع غزة قالت مصادر طبية أن غارات جوية إسرائيلية على القطاع قتلت 31 فلسطينيا على الأقل نصفهم تقريبا من مناطق بشمال القطاع حيث يشن الجيش حملة منذ نحو شهر وقد وصف فلسطينيون الهجوم الجوي والبري الجديد وأوامر الإخلاء القسرية بأنها تطهير عرقي وقال مسعفون أن 13 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات منفصلة على منازل في بلدة بيتلاهيا وجباليا الذي يعد أكبر مخيمات القطاع الثمانية